ولدرجة أنهم كانت السككة عالية جدا جدا سواء منهم أو حتى من الأخوة مثلا الخليجة التانيين مثلا كانوا عادين إماراتين وبحرين وكويتا كلهم دواجز فكلهم كانوا برضو حتى نوع من الدعم اللي هو مجلس التعاون الخليجي يعني نتلاقيهم مع الهلال حتى شكليا يعني مشان قول فأما كان كلهم برضو الهلال واللي عنده الأهلي غيابات هتتباحوا وحاجات زيادة فجأت محسن وأنت قاعد بأول ربع ساعة شايف أداء النادي الأهلي شايف أهداف شايف ضغط شايف شكل أكتر من رائع كان مفاجأة بالنسبة لك البداية؟ أنا والله ما كان مفاجأة بالنسبة للهلال يعني أنا كنت عرف أنا عرف نادي الأهلي دائما لما العملية بتيجي بالشكل دائما أعتقد النادي الأهلي هو أكبر يعني البداية القوية والتركيز والضغط أكبر فرت الهلال أنا كنت متوقع النادي الأهل هيرد في الملعب. ده من نادي الأهل لأن الناس تزود عليك الكلام ده. أنا بحب الكلام ده على فكرة تحدي دايما تحدي الزبط كده. فالحاجات اللي بتستفزك ده يعني فيه قاعدة يعني تخدها من موردي لا تستفز الأهل. بس تحت أي ظروف بقى غيابات لا تستفز لأن شخصية الأهل ده الموجودة بالمناسبة قالها جوزيبي سيرو كان موجود معنا قال له كان مدرب النادي الأهلي ورح ضرب بورتو البرتغالي كان عليها الأستاذ أسامة الشيخ قال له أنا دربت كتير وقال له وندمت أن أنا سبت الأهلي. قال له ليه ما أنت دربت مثلا بورتو أو عندي أكبر من نادي الأهلي. قال له لأن شخصية النادي الأهلي ملقتهاش في أي نادي تأخر. بصراحة كلمة عنده حق فيها لأن شخصية الأهلي هي اللي فرضت نفسها في الملعب. عنده غيابات يعني تخالب مفيش شناو مثلا مفيش أكرم توفيق مفيش يعني. بجانب كمان خلي بالك أنا لعيب كرة وعارف لما بتكون بعد المباراة الأولى وكل الطموحات أنك تعدي فريق بالمراس وتوصل لمباراة النهاية وتخسر. يحصل إحباط وتخسر بالشكل ده يعني جنين بهدفين يعني أو خطائين فتبقى كمان الحالة المعنوية محتاجة أنك بالزبط أنك تتعدل فالنواحي النفسية كانت أعتقد موسيماني يشتغل عليها بشكل أكتر من رائع بجانب طبعا النواحي التكتكية. بس هي الحتة دي مش فيها موسيماني أكتر قوي زي ما هي شخصية النادي. شخصية النادي. شخصية النادي احنا خلاص حتى تلاقي خد بطولة اقفل وفي بطولة تانية. ناد الأهلي جنب يارح اقفل في تدريب النهاردة بكرة السفر على السودان موضوع منتعني في بطولة أخرى يعني ما بيعودش بقى طول الوقت يحتفل. ده يمكن الخطأ اللقع في الأخوة من الهيال اللي هم زودوا كتير يعني طبعا قدوا عرض رائع جدا قدام تشيلسي. حتى على مستوى الإدارة الفنية يمكن جرديم كمان تلعى ألف المؤتمر الصحفي أن أنا يعني مديتش النادي الأهلي حقه. بالضبط لأنه كان لسه بيحتفل. طبعا شخصية النادي الأهلي فرضت نفسها من الأول كان واضح من الأول نادي الأهلي مش بيهرج. نعم خد البطولة دي قبل كده أو عفوا الميدالية دي قبل كده مرتين كمان مش مرة لكن في النهاية وبيلعب لنفسه عارف لو بيلعب حتى لو المرش داود دي وبيلعب لنفسه لأن السفزاس كان عالي شوية. فأما طبعا الهيال ما راحش الملعب يعني أنا خنوك نكون سرحا يعني حتى كان في لقطتين في المباراة لازم نصف قدامهم. لما جاء في الآخر إحسائية التشوتس أربعتشر واحد تقريبا. أربعتشر أهلي شرب. أربعتشر تصويب الأهلي مقابل تزديدة. تزديدة يعني دي حاجة جريبة جدا بعدين في حاجة يعني شر البلات وما يضحك. الدقيقة أنا بصيت في الساعة عشان نعرف الوقت كام. الدقيقة 57 يعني كان لسه باقي أكتر من نصف ساعة. الحكم الفرنسي كان عمل بيحذر حارس الهلال ونلعب بسرعة ما بداعش وقت. والنتيجة كان 3-0 يعني اللي يشوف منظر ده يقول النتيجة 3-0 للهلال. أو على الأل 1-0 أو اللي هو اللي فايز. فبيحذروا إلعب ما بداعش وقت. والله هو اللي كان بيضاع وقت فدي يعني إذا كان حتى بيضاع وقت لكن الحكم هو اللي خد باله. قالوا إلعب هاتها في الدقيقة 57 اللي يشوف المتش. إلعب يعني بيحذروا لو قررت ده أنا هتطر رنزلك. همين اللي كذبهم. فواضح تماما أن الهلال مرحش الملعب يعني كرويا مرحش الملعب. فعشان كده كله سلم بحقية النادي الأهلي. بل بالعكس هو النادي الأهلي. يمكن حتى كان في ناس بتقول لك الهلال تقلق في الموقع تقلق. وحصل المركز الرابع عالميا. فحد يعني قال له لا هو تقلق فعل أنه قدر يخسر أربعة مش عشرة. لأنه سير المباراة يحصل. يعني النتيجة تبقى كارثية أكبر من كده خمسة أو ستة أو سبع. يعني سير مباراة واضح تماما لكن. صحيح. يعني فعشان كده كانت الفرحة مضاعفة لدى جمهور النادي الأهلي. لأن البرونزية فعلا من رحم المعاناة. فريق غيب عنه 11، 12، 13، ما عرفش يمكن 14 غيب. بجموع الغيابات ما بين أصابات وإيقافات والإجهاد كمان. ومع ذلك بيثبت نفس خاطر المركز ده قبل كده ما قالش خلاص منه. أو على القل لعب بالسهتر. لا إذا ما حرق قلت اللحبات ممكن كان يتمكن من لعبته وما يكملش. لا فريق جايب. مين كان يقول النادي الأهلي بل ما يخش البطولة دي. هيخذ المركز التالت ولا أي حد. صحيح. ولا جمهور النادي الأهلي قبل أي جمهور. فعشان كده مشارك وربنا كفقه. يعني إنت نياتك كانت خير أن أنت فضلت المنتخب والنادي الأهلي لعب كده. عشان كده ربنا كفقه. وكفق حتى المصرين لأن الفرحة بصراحة كانت مضاعفة يا كابتن في المدرجات. أكيد. وبعد الملعب بعد المباراة الشوارع بصراحة ما كنش عارفين أني مش فيها بصراحة. ترجمة نانسي قنقر